ترجمة نانسي قنقر محافل التتويج العالمية تواصل مملكة البحرين تعزيز تواجدها في مختلف محافل التتويج المتعلقة بسباقات الخيل والقدرة وذلك في ظل رؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لبطل العالم لسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الذي كان وما زال مثالا للشباب البحريني الطموح فكان إنجاز سموه العالمي دافعا كبيرا لفرسان مملكة البحرين الذين حصدوا المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للقدرة الأخيرة وفي ذات الإسبوع حقق فرسان البحرين بكل جدارة لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين للقدرة والتحمل ليأتي الرد أيضا من جياد فريق فيكتوريس الذي فاز في كأس دبي العالمي لسباقات الخيل هذه الإنجازات المتتالية التي تحققها مملكة البحرين على مر السنين في سباقات الخيل والقدرة تأتي نتيجة لدعم ومتابعة جلالة الملك المعظم لكل ما يتعلق بسباقات الخيل والقدرة ما أسهم في تبوئ مملكة البحرين مكانة متقدمة وبارزة في مجال رياضة الخيل والقدرة وتعزيز قدرات أبناء البحرين الذين يواصلون تحقيق المكتسبات على الأصعدات كافة ترجمة نانسي قنقر